مسلسل اكتشاف الوثائق الرسمية السرية في الولايات المتحدة لا يبدو أنه سينتهي قريباً مرة ثانية يعلن محام الرئيس جو بايدن العطور على مجموعة ثانية من وثائق سرية في موقع جديد حسب شبكة NBC News الأمريكية لم يحدد محام بايدن الموقع لكنهم قالوا إنه ليس مكتباً كما أنهم لم يكشفوا بعد عن مضمون وعدد تلك الوثائق ولا حتى الموعد الذي سيعلنون فيه عن ذلك الإعلان عن هذه القضية يأتي بعد يومين فقط من الإعلان عن العطور على وثائق سرية رسمية تعود إلى الفترة التي كان يتولى فيها بايدن منصب نائب الرئيس في عهد أوباما في مركز أبحاث بواشنطن كان أحياناً يعمل منه بايدن وقال البيت الأبيض إن الوثائق مصنفة سرية عثر عليها في شهر نوفمبر الماضي أثناء تنظيف المكتب مؤكداً تسليمها إلى هيئة المحفوظات المسؤولة عن حفظ هذا النوع من المستندات الرسمية أما الرئيس فنفى علمه بها وبمحتوياتها وتثير هذه القضية جدلاً في الولايات المتحدة وتساؤلات عن قصص الوثائق السرية التي لا تكاد تنتهي وكيف وصلت إلى تلك المواقع وعن محتوياتها خاصة وأنها تأتي بعد أشهر فقط من مداهمة الشرطة مقر إقامة دونالد ترامب في فلوريدا وصادرت سناديق تحوي آلاف الوثائق السرية أيضاً وفي انتظار ما الذي ستعلنه الجهات القضائية والأمنية التي بدأت تحقيقاتها في هذه القضية لا يستبعد البعض الإعلان مستقبلاً عن قصص أخرى مشابهة أمر يعززه نقل وسائل إعلام أمريكي عن محامين للرئيس جو بايدن أن البحث جار في مواقع أخرى قد تكون تحوي وثائق سرية